عشان تعالج جرسومة المعدة ومترجع لكش تاني لازم تعمل اربع حاجات اول حاجة ان انت تستخدم نظام علاجي البكتيريا مش بتقومه لان للأسف اغلب الانظمة العلاجية الموجودة حاليا اللي مفروض ان هي بتعالج جرسومة المعدة جرسومة المعدة خلاص بقى بتقدر تقومها معادش بتقدر تعمل معها حاجة فبالتالي ان انت بتستمر على كورس مدة طويلة ومش بتاخد منه اي فايدة تاني نقطة عندنا ان انت تعرف الحاجة اصلا اللي نقلت لك جرسومة المعدة ايه الطريقة اللي نقلت لك بها عدوى بكتيريا جرسومة المعدة ايه ان انت تتفادها تالت نقطة عندنا ان انت لازم تتبع نظام غذائي معين يعني فيه اكلات معينة لازم تمنعها تماما رابع نقطة عندنا ان انت ترجع التوازن الطبيعي ما بين البكتيريا النفعة الموجودة عندك في الجسم ترجع المناعة الطبيعية بتاعك دسمك تاني عشان هي تحميك من انك يحصل لك اعادة عدوى بجرسومة المعدة والله في الفيديو هنتكلم عن كل التفاصيل دي مع بعض هنتكلم بالتفاصيل عن البكتيريا الحلزونية عن احدث نظام علاجي نتيجته مضمونة 100% باذن الله وكمان هنتكلم ازاي نحمل نفسنا من انها ترجع لنا تاني هل هي معادية ايه التحاليل المطلوبة عشان نعملها كل التفاصيل دي واختر باذن الله هنتكلم فيها في الفيديو مع بعض لا اول مرة تشوفوني انا دكتورة منا السيد متنسوش تدعمه القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس وتعمله اعجاب على الفيديو عشان يوصل اكبر قدر من الناس تابعوا معايا الفيديو الاخر اول حاجة عندنا جرسومة المعدة هي بكتيريا بتصيب الجسم عن طريق الشرب او الاكل وبتفضل عندنا عايشة في القناة الهضمية على فكرة جرسومة المعدة مش حاجة نادرة ولا حاجة مثلا عند الناس قليلة لا ده جرسومة المعدة على مستوى العالم من خمسين لستين في المية عندهم جرسومة المعدة بس الفرق ان جرسومة المعدة ممكن تفضل موجودة سنين في القناة الهضمية وما تسبب ليش اي اعراض وبالتالي انا بعتبرها مش موجودة وده طالما ما فيش اعراض ومش بتسبب لي اي مشكلة لكن المشكلة بقى لما تبدأ جرسومة المعدة تسبب عندي مشاكل طب ايه هي الاعراض اللي ممكن تسببها جرسومة المعدة عشان نفهم الاعراض بتاعتها لازم نفهم لازم نفهم هي بتعمل ايه اصلا في المعدة جرسومة المعدة متقدرش عندنا تعيش غير في وسط قلوي طب تيجي تقول لي ازاي بقى بتعيش في المعدة ده المعدة معروف ان هي الوسط بتاعة حمضي اللي هو حمض ال-HCL شوفوا بقى الجرسومة دي خبيثة وقوية قد ايه بتقدر ان هي تفرز عندنا انزيم يقدر يخلي الوسط اللي حواليها وسط قلوي فبالتالي تقدر تعيش في المعدة يعني بتغير وسط المعدة على مزاجها عشان تقدر تعيش طبعا دي حاجة هتعمل لنا اعراض جنبية بعدين هنتكلم فيها صمت المعدة بقى بتبدأ ان هي تختارق عندي جدار المعدة وتعمل فيه سكوب سكوب دي طبعا اختراقها لجدار المعدة ده هيعملك التهاب هيعملك قلم شديد وبالتالي هيعملك قرحة وطبعا مع وجود حمض المعدة ووجود جرح في المعدة طبعا يبدأ يحصل عندك قلام شديدة جدا جرسومة المعدة بتابدأ تعمل عندنا غسيان رغبة دائمة في ان انت ترجع معايتش طبعا بيستحمل الاكل بعد كمان متاكل يبدأ يحصل عندك انتفاخ شديد وغازات طبعا انت عندك قلام ففوم المعدة وعندك غسيان وكمان بقى مع الترجيع المستمرة طبعا وزنك هينزل جدا لانك مش عارف تاكل اوية حاجات تاكلها مش بتستفاد منها يبدأ بقى خطورة جرسومة المعدة او الاعراض الخطرية اللي تحصل معايا امتى لما يبدأ يظهر دم الدم ده ممكن يصير في الترجيع هيبقى فيه قطرات دم او ان احنا يبدأ لون البرازة عندنا يبدأ يبقى لون الاسود لون الاسود البراز دليل ان بدأ من كتر الجرحة او الكرحة اللي حصلت في المعدة ان حصل لقدر الله نزيف في المعدة دي بقى علامات خطر ان كده جرسومة المعدة دخلت في مرحلة تاني يخلص لقدر الله ربنا يعني يعافكون جميعا ان شاء الله مش هيحصل الكلام ده بالنظام اللي احنا هنتكلم فيه ان شاء الله طيب جرسومة المعدة بتجيلنا ازاي اول حاجة طبعا عن طريق مية الشرب للاسف لو مية الشرب جولتها او نقاقها مش عالي بيبقى ممكن تنقل لنا عدد جرسومة المعدة كمان عن طريق ان احنا بناكل في مطاعم برا كتير والمطاعم دي ما فيش فيها نظافة يعني العمال مش بيخسل اديهم فممكن هي تتنقل من الاكل لينا ممكن تتنقل من اللبن لو اللبن مش مغلي كويس ممكن تتنقل عن طريقه والاكل اللي مش مستويه بشكل كويس يعني الاكل اللي مش مطهي بنسبة مية في المية كل الحاجات دي ممكن تتنقل لنا جرسومة المعدة كمان ممكن تتنقل عن طريق اللعاب يعني ده مثلا جرسومة المعدة نفعش نهاية مثلا طبوس اولادها ده ممكن ينقل لها ينقل لهم جرسومة المعدة كمان ده لو ام بتأكل اولادها مثلا مبتدأت ان هي النفخ في الاكل من الحاجات اللي ممكن تنقل جرسومة المعدة ما ناخد بالنا لو احنا عندنا جرسومة المعدة ما نعملش الحاجات ده عشان ما نقلش العدوى لأولادنا ايه التحليل اللي بتأكد لي اننا عند جرسومة المعدة هو تحليل البراز تحليل براز جرسومة المعدة احنا مندور على الأجسام المضادة اللي في تحليل براز يعني مش تحليل البراز العادي لأ تحليل براز جرسومة المعدة او تحليل دم جرسومة المعدة برضو مش تحليل دم عادي او حاجة اسمها اليوريا بريستست اللي هو تحليل النفس دي التلات تحاليل اللي ممكن تباين احنا عندنا اصابة جرسومة المعدة ولا لأ ده بقى ندخل عندنا هنعالج جرسومة المعدة ازاي اول نقطة عندنا انا كنت نزلت قبل كده النظام الغذائي اللي هنمشي عليه طول فترة العلاج بتاع جرسومة المعدة هسيبه لكم في التعليق المثبت اسفل الفيديو في صندوق الوصف وكمان هسيبه لكم في اخر الفيديو ده اول نقطة في العلاج زي ما قلنا ان احنا هنمشي على نظام غذائي في حاجات ممنوعة تماما ماينفعش ناخدها مع علاج جرسومة المعدة مش يحصل عندنا تحسن اول نقطة تاني نقطة عندنا ان احنا هنبدأ نعمل وقاية يعني ايه يعني لازم قبل الاكل وبعد الخروج من الحمام لازم نغسل ايدينا كويس جدا جدا غسل الايد بعد قضايا الحاجة ده مهم قوي مهم قوي ان احنا نركب فلتر في البيت بفضل كمان ان احنا على الفلتر ده ان احنا نغلي الميا لان الميا زي ما قلنا فيها الاسف فيها جرسومة المعدة أهم جدا ان احنا نقلل قدر الامكان الاكل من برا ايه حاجة نقولها تكون مكتملة الطهي ما نقولش ايه حاجة نية النقط دي مهمة جدا لانه ممكن نتعالج ومن النقط دي ما نعملهاش للاسف جرسومة المعدة ترجع لنا تاني يعني احنا نجدك لنا في نقطتين نظام غذائي ولقاية من اعادة اصابة العدوى طب نبدأ بقى نتكلم عندنا في العلاج ذات نفسه زي ما قلت الانظمة الموجودة حاليا اخر الدراسات اللي تقالت ان اغلبها بقى بكتيريا ما عادش فعال مع البكتيريا احنا في الغالب كنا بنعتمد على مضاد حيوي اسمه كاليريسورمايسن مرس البكتيريا بقى بقى عمل زي المية كده بالنسبة للبكتيريا ما عادش بيعمل معها حاجة وده للأسف لانها بيتخذ لها انظمة علاجية كتير جدا وعمل على بطال وانظمة مش صحيحة وبتركزات خاطئة فبدأت البكتيريا خلاص انها تبدأ تقاوم من مرد الحيوي ده الكابسولات اللي هي الربعية والسلسية اللي بيقى فيها 3 او 4 مواد فعالة في نفس الكابسولة الكابسولات دي انا مش بحبها مش بحبها لان خلاص يا كلها اصلا فيها المرد الحيوي القديم وكلها مش على الانظمة قديمة زي ما قلنا الانظمة دي بقت المقاومة بتاعتها عالية فباش بيبقى فعالة كمان انا مش بحب فكرة يعني فرضا انا ممكن في نفس الكابسولة يكون في مادة فعالة امتصاصها بيبقى احسن لو انا خدتها قبل الاكل ومادة فعالة تانية امتصاصها بيبقى احسن لو انا خدتها بعد الاكل فليه انا اخدهم مع بعض في وقت واحد فيه ادوية فيها بتبقى تركيزات المواد الفعالة ضعيفة عن التركيزات المطلوبة عشان يحصل علاج من جرسومة المعدة فانا ده اول نقطة عندي انا ما بحبش الادوية دي من الدراسات الحديثة قالت ان احنا ناخد قدوية منفصلة بيبقى فعال اكتر بكتير من الادوية اللي هي بتبقى كزا مادة فعالة في نفس الكابسولة نبدأ بقى نتكلم عن الروتين العلاجي اللي احنا نمشي عليه وركزه معايا قوي في قسام المواد الفعالة وقسام الادوية والتركيزات وموعد العلاج وهنستمر قد لان اي غلط في اي حاجة من دول الكرس مش هينجح معانا اول مادة عندنا هي الليفوفلوكسسين وده دلوقتي احسن مضد حياة ونستخدمه لعلاج الكرسومة وده بنمشي عليه تركيز خمسمية مرة يوميا لاما بناخده قبل الاكل بساعة لاما بعد الاكل بساعتين لمدة عشر تيام اي مضد حياة ومديته الليفوفلوكسسين تقدر تمشي عليه كده خلصنا من اول حاجة الليفوفلوكسسين تركيز خمسمية مرة يوميا قبل الاكل بساعة او بعد الاكل بساعتين لمدة عشر تيام طيب تاني مادة فعالة هنستخدمها وهي المواد اللي هي بتشتغل عندي على حمضية المادة هنستخدم مادة فعالة عندنا اسم ايزوميبرازول بنستخدمها تركيز اربعين مرتين في اليوم وده بنمشي عليها المدة لا تقل عن شهرين يبقى الدول الاولين عشر تيام الدول ده لمدة شهرين تركيز اربعين مرتين مر قبل الفطار بساعة و مر قبل العشاء بساعة مدى عندنا في دوا اسمه الازمراب تركيز اربعين مادة فعالة هناخدها هي النيتازوكسانايد اللي هي موجودة عندنا في المطاهرات المعوية زي النيتكلين وده بتبقى تركيز خمسمية وبناخد حبيتين في اليوم قرص بعد الفطار و قرص بعد العشاء بيتاخد بعد الاكل وده بنستمر عليه لمدة اربعة عشر يوم رابع مادة فعالة عندنا هي ودي موجودة في الفيبراميسن بيتاخد عندنا حباية بعد الفطار وحباية بعد العشاء لمدة برضو 14 يوم يبقى احنا كده عندنا اربع حاجات اول حاجة عندنا اللي هي تركيز 500 حباية مرة واحدة بس يوميا لقيمة بعد الاكل بساعة لقيمة قبل الاكل بساعتين عندنا كمان الفيبراميسن بيتاخد حباية بعد الفطار وحباية بعد العشاء لمدة 14 يوم عندنا النيت كيلين بيتاخد حباية بعد الفطار وحباية بعد العشاء لمدة 14 يوم وعندنا الاوزموبرازول اللي موجود فيه الازمراب وده بيتاخد تركيز 40 مرة قبل الفطار بساعة ومرة قبل العشاء بساعة لمدة شهرين العلاج ده هو احدث علاج موجود دلوقتي واحدث رجمن فعال موجود ضد جرسومة المعدة ده الوحيد اللي لسه جرسومة المعدة بيش بتعرف تقومه وفعلا نتيجته يعني نتيجته فعلا فعالة ومن اول مرة باذن الله هتلاقي ان جرسومة المعدة بقت سالبة وصفة خلاص احنا اخدنا الدواء وعايزين بقى نتأكد بالتحليل ان جرسومة المعدة اختفت لازم ما نعملش التحليل غير بعد نهاية الكورس اللي هو اللي 14 يوم باسبوعين نستنى اسبوعين كمان عشان نتأكد ان اللي حللت بعد نهاية الكورس هنطلع عندي سالبة لان الملادات الحيوية بتخليها سالبة فلازم انا استنى 14 يوم كمان علشان اقدر ان انا اعمل التحليل زي ما لاحظتم معايا ان الكورس كله المدة فيه بس دواء 10 ايام وفيه دواءين لمدة 14 يوم وفيه دواء اللي هو بتاع حمض المعدة ده شغال لمدة شهرين التانية يكون الفيديو قفاتكم رد على اسئلتكم فيه فيديو تاني هينزل هنتكلم فيه عن حاجتين كمان هنزودكم حاجة هتبقى بعد العلاج وحاجة هتبقى مع العلاج عشان زي ما قلتلكم نرجع المناعة وتوازن البكتيري زي ما هو بس انا ما حبيتش النقط دي تبقى في الفيديو ده عشان الفيديو ما يتولش مننا قوي فبتنسوش تكمله سلسلة جرسومة المعدة يبقى كده عندنا ثلاث فيديو هات الفيديو ده وفيديو النظام الغذائي وفيديو هنزبط بالبكتيريا النفعة تاني عشان كده بقى كرسي متكامل وبإذن الله نقدع لجرسومة المعدة من غير ما ترجع لنا تاني اتمنى يكون الفيديو قفاتكم يريد تدعموا القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس وتعملوا اجابة على الفيديو اشوفك على خير ان شاء الله الفيديو بدي شكرا